بكل تأكيد كلنا بنتابع دلوقتي التطور الحاصل من قبل قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والإسعاف بدأ الموضوع بالمستشفى الأهلي المعمداني والعالم كله اتحرك وقال هذه كارثة كبيرة ولا يجب أن يصمت عليها المجتمع الدولي لكن في النهاية الموضوع تكرر وأصبح فيه أخبار كتيرة بتؤكد أو بتقول أن فيه حصار لمستشفى الشفاء محيط المستشفيات تم قصفه بشكل عشوائي وبنشوف طبعا الضحايا والشهداء كتير جدا لأن فيه ناس بتروح لهذه المستشفيات للاحتماء في هذه المستشفيات وطبعا بيعتبروا يعني من المفترض أنها لها حماية وفق الاتفاقيات الدولية لكن فيه استهداف واضح للمستشفيات بحجة أن فيه قادة من المقاومة موجودين أسفل هذه المستشفيات بحجة أن المقاومة بتاخد الوقود الموجود في هذه المستشفيات لكن إحنا عارفين أنه فيه قطع تام للإمدادات عن هذه المستشفيات وبنشوف تأثير ده على الحالات المريضة الموجودة جوة الإصابات الموجودة جوة بتوفاقم من إصابتها وبنؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء في النهاية مش بس كده يا شازلي حتى يمكن أنه فيه مدنيين كتير جدا بتحتمي أصلا في هذه المستشفيات وفيه بحات المستشفيات فبجانب أصلا الإصابات الموجودة والجرحة الموجودين داخل المستشفى إلا أنه حتى هذا القصف بيؤدي لسقوط العديد من الشهداء وأيضا سقوط العديد من الجرحة أرقام كبيرة جدا يعني بعد الأهل المعمداني وبعد تنصل الكيان الإسرائيلي من قصف مستشفى الأهل المعمداني رأينا بحلاوها نتكلم بس على مبارح قصف المستشفى الاندونيسي أيضا مستشفى الشفا وحصارها لمستشفى الشفا يعني أعتقد أنه الوضع حقيقي صعب جدا ولا يقبله عقل يعني ولا تقبله الإنسانية يعني مستحيل حتى يبرر بأي شكل من الأشكال غير بها كمان النداءات الكيان الإسرائيلي بيطلقها للمستشفيات وإجلاء المستشفيات طب يجلوهم يروحوا فين يعني نتكلم على جرحة على مصابين على ناس فيه عناية مركزة هيتحركوا يروحوا فين هل هناك مكان آمن؟ ليس هناك مكان آمن ولا حتى بحات المستشفيات مكان آمن ليس هناك مكان آمن في غزة فيطلق الكيان الإسرائيلي نداء إجلاء المستشفى طب إجلاء المستشفى إزاي ناس مصابة هيروحوا فين؟ هيتحركوا إزاي؟ الناس على أجهزة تنفس الصناعي اللي بالمناسبة معظم المستشفيات خرجت بالفعل عن الخدمة وحتى يمكن أجهزة تنفس الصناعي بقت أجهزة يدوية أجهزة يدوية الناس دي هتتحرك إزاي؟ مرة تانية ما يحدث فيه قطاع غزة لا يقبله عقل لا يقبله منطق والمثير كمان للجدل أو الملفت أنه بنتابع أنه حسب حديث جلعاد إردان سفير الكيان الإسرائيلي في الأم المتحدة يتحدث أنه إسرائيل لم تقوم بأي من هذه المجازر تماما وأنه الطرف الآخر هو الذي يقوم بقصف المستشفيات وقصف المدنيين وما إلى ذلك